الحمد لله الحمد لله الحمد الكثير طيبا مبار فيه حمدا يليق بياده المقدسة الحمد لله لا فرز إلا في طرعته ولا عز إلا في التنذن لعرمه ولا حناء إلا في اشتقار رحمته يسألوا من فضلك ولا يسألوا عن فعله يثموا على الطعام إحسانا منه وفضله ويعقبوا على المرعاصة إن صرفا منه وعبا أشهد أن الله لا أهدوه لا شريك له بذكر إلي تطمئون قلوب وبقواته لتفرج الكروب وبكرمه لتصنر نيوب وأشهد أن سيدنا وعظيما وحبيبها رؤينا وشفيننا وقائدنا ومعنمنا صلوات ربي وسلامه عليكم فإن سألت عن طبيه فكان نيوبا وإن سألت عن مواجه فكان نهورا وإن سألت عن أخبابي فقد تخلق من قرآن الكريمة وإن سألت عن طبيتي فقد أدمه رب العالمين صلاة وسلام عليكم سيدي يا رسول الله حديثنا اليوم عن فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلام فإن الصلاة على رسول الله لها من الميزة والفضائي ما لها بل إن ما نتعامل بداية في قبل مولة دارة وتعالى في سورة الأحساب إن الله وملايكته يصطرون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليمه إن الله وملايكته يصطرون على النبي فما صلاة ذا فالله سبحانه وتعالى صلاةه لن أبعي إنما رحمة وصلاة الملكة استغفار أما صلاةنا نحن صلاةنا نحن فهي الدعاء واستغفار فحينما يدفل الموتى تبارك ومتعالى ويمتحل هذا في معينته إن الله وملايكته يصطرون وكلمة يصطرون هنا من فيحل مضاية يفرطي المناسمة والمناومة فكأن الصلاة على رسول الله سبحان الله عليه وسلم هي صلاة دائمة متلازمة فهي ناتا قطر ويدا فالله عز وجل يقول لك أنه والملائكة يصطرون على النبي جاء أيها الذين آمنوا صدوا عليه وسلم متسريبا فإن أيها تقل مشرب حينما تصطرون على النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستفيد من هذه الصلاة بل مستفيد الأفاق الجوين فالنبي صلى الله عليه وسلم أن تبدعون في أبدعون النجاة على صفة الله فأكركم الله عليك هذا الدعاء وهذه الصلاة كم راحة من الله لأخير ولذلك سهلنا أباين من جعله فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة وعيد على رسول الله كما قلنا هي دعاء وأنها تطلب الدعاء والمغفرة فكما قلنا العنف والعنفة فاصطر الله على النبي عليه الصلاة والسلام هي دعاء وليس الصلاة عقبية كنت صلى وليس الصلاة هي دعاء وليس صلى الله عليه الصلاة والسلام حينما هكا يؤلمني على الصلاة والسلام قال إنه جمع رسول الله إني يكفيه لك من الصلاة يا عقبية فكان نجع الملكة من الصلاة عقبية 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 وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت فقال له يا رسول الله الربعة يعني طول من أجلس أجعل لك من دعاء ووقتي الربعة في حياتك الصلاة عليك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير ولمك زي ما انت عادي تكساما نزول الثواب يعود على قد لا نبي صلى الله علم الربعة أجعل لك من صلاة اجعلو ذا كن في مصطر النبي صلى الله عليه وسلم نشكل وإن زد فهو خير لك قرنك لا رسول الله اجعل لك صلاة كلها عامة. كل واضح اجعله صلاة لك لا رسول الله. يعني كل يوم صلاة وسلام عن النبي عليه السلام والسلام. فما كان من الحبيب المستقى صلى الله عليه وسلم الا ان قال لنبين بقعبه. اذا تتفاهبون ويقفى بقعبه. يعني لو انك جاءت كل اوقات صلاة على النبي عليه السلام والسلام. تتفاه عنه ويقفى النبي دمه. الله. تجعل الصلاة على النبي عليه السلام والسلام. لو انك مهمومة فعليك بالصلاة على الحبيب. لو انك مهمومة فعليك بالصلاة على الحبيب. الصلاة على الحبيب. الصلاة على الحبيب هي الدواء بدون حبيب. وهي الشفاء. وهي الشفاء لكل حبيب. وهي الشمس التي لا حبيب. فصلوا على الحبيب. الله مصدقين وسلم الله كذلك السيدة رسول الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل صلى الله عليه. انه وانت يوماً. الى الصحابة. فوجدوه مبتسماً ضاحكاً. فالصحابة قالوا له يا رسول الله. ما اضحكك? اضحك الله سنك. ايه اللي بضحكك? ايه اللي بحبيب مبسوط? فقال له من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رأيت وجلاً من الامتي يوم القيامة على الصراف. والصراف يوم القيامة هو جسرٌ او الابدٌ او طريقٌ ممدودٌ فوق جهنم ونعياذ بالله. هذا الطريق كلنا سوف نوروا عليها. ايه انسان سوف نوروا على هذا الصراف. وكل انسان سوف يوروا على هذا الصراف بالقدر عامله. بالقدر عامله في الدنيا سوف يكون المهور بتاعه. فمنا مجنى قمره لسرعة النغط حتى ناصر ومننا من يجري. ومننا من يمشي. ومننا من يحبو. ومننا من عياذ بالله من يصفد في مالك عامله. النبع كسرة والسلام يا خل. رأيت وجلاً من امتي يمشي على الصراف. يمشي المنطقة ويكبر مرنةٍ اخرى. يعني يمشي مرنة ويقرع وقت مرنة ثانية. يمشي مرنة ويكبر يعني عصر يعني نقر. فمشي بتاعه مشي بسيط تمشي ويقر. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فجاءتهم صلاة صلاةه عليا. فجاءتهم صلاةه عليا. يعني صلاةه علمنا على صلاة والسلام. فأحددتهم وأتعادتهم الجبه لفضل الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو سن ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نعد صحابة كلنا على صلاة الله صلاة والسلام. ولذلك تعال. داخل يوما على رسول الله. فسرة بشكل ووجه لنجا على الصلاة والسلام. فقال له يا رسول الله والله ما رأيتك من البشر والطراقة بمثل ما رأيتك. فما السر. فاتسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال له أتابي البريد. فبشر لي. وقال أكدب أمتك. أن ما نصدع عليه واحدة. صلى الله بتاعته عشر. واعطاه عشر عسنات ومهل عنه عشر سيئات. في فضل الصرع النبي عليه الصلاة والسلام. ما شخص الله؟ انظر. إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث حينما تتكون إنك وتصلي علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من علي يصلي علي. إلا وضّ الله عليه وضّه لي حتى أودت على السلامة. وهذا الحديث في سورة النبي عليه الصلاة والسلامة. شوف فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلامة. لا مش كده واسم. دعينما تصطل على النبي الصلاة والسلامة والسلامة. ربنا سبحانه وتعالى أوجد ملكاً. إن قبر الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يرد عليك ويبده الربيّة لأن خلال ابن خلال يسلم عليك فنرد النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلامة. أي؟ أي ميجة؟ أي تكريب من الصلاة؟ والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي تفليق منه. إن كنت في هذا فعليك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردت على النبي عليه الصلاة والسلامة. صلّ على النبي عليه الصلاة والسلام لكن صدّ من قاتلك. اجعل قلبك ومتعذّك بالله وبالنبي عليه الصلاة والسلام مش أي كلمة وطير غير. استشعر هذه المعيدة. المعيدة فاطم الصلاة والسلام ولذلك فيه يعني الرواية هناك من الأخرى. وأنا أحباً أفضل هذه معنى صراحة واجهة لهذه الرواية. إنها أحد التجار وهي مسالة من هذا المعيدة لكل التجار. يعني في هذه الظروف التي تتعيشها وتعيشها جميعاً. يعني أذكر رجل أولاً من الطقل ده. وإذا يحتكر تاجر سنعة. نحن في هذا المعيدة لكل تاجر أن يحتكر السنعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب المحدد المجلوب. فأولاً فأدرك أن ناحية التجار كان مجرور من خمسمائة دينار. وهو تنبس إحقاق الدين العديد. فأخذ مصاحبه ودهب إلى الطالب وقال له إن فنان عادة لإلا خمسمائة دينار. فقال له قاضي سجد ما عليك من أموال. فقال له بده الله من عمي ولا دينار. فتركه الرجل. الدين. فقال له قاضي أبحكمت عليك بالسنة. فقال له يا قاضي أريد منك دية واحدة. أن أذهب من أهل بيتي فهو يدعهم ثم آتي في الصباح. قال له قاضي فتح عنده عليك فما ضمانتك؟ قال له ضمانتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل قال له القاضي ضمانتك يا رسول الله قال نعم ويلم آتي فاشهد بأمني دسل من أمم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذهب الرجل إلى يوم بيته وأدأهم بما عدده. فقال له زوجته فجادت المرأة مصالحة قالت له طواماً على ضمان فتعالى بصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال هاته الليلة اقراماً لمصول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بضم يمكن عندك طوال هاته الليلة. وبالفعل اخذ السميان على النبعة السلام حتى اخذته سنة من النوم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافة. ومن رأى رسول الله في المنافة فقد راضي. فإن الشيطان لا يتمدفل في رسول الله. اي واحد يرى النبعة السلام فاروها بذل رؤية بحق. فهذا قدر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنافة. وقال له انتهى الى نواري عدل الله. وقل له رسول الله يقول لك السلام. ويقول لك سدد عني ديني. قال له يا رسول الله ومع علامة ذلك. قال له علامة ديني. انت الضبن له بإشارة كاملة ومع علامة ديني. اولا هما انتهى مصلي كل يوم ألف مرة على رسول الله. السلام عليكم. والأمرات الثانية انتهى في هذه الليلة وأنتهى مصلي على رسول الله. اخطأت من عدد فنبدوك من الابد. فسدد عني ديني. فانها كنت وصلت كاملة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل. استيقض الرجل وذهب الى الحاجب. وقال له سدد عني ديني. قال له ما امراته. قصرته مع عدد. الاولى انت كل يوم تصدر على رسول الله تأخم الله. وفي هذه الليلة اخطأت في العدد. فرسول الله يرشيك بانها موصلت كاملة. فتجوجه. بكى هذا من انوانه. واخرج فرسولها اعطاها له. وقال له سدد ديني. ثم اعطاه انفان وخصوين الديدار. وقال له هلتت اجراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعب الرجل الى القاضي ان يسدد ما عليه بالليل. لعب الى القاضي. وما اندخل على القاضي. وما اندخل قاضي احرقوا. واندخل يمين وشبانا. وحينما راه القاضي. قال له اين انت يا هذا? قال له اي شيء تريد. قال له اي عنه? خد علي خلصرية الدمار وسفق معك من ديور. قد يلي كلمه. وقل له خلصرية الدمار وسفق معك. قال له النادى. قال له الله. ببركتك رأيت رسول الله سبحان الله عليه وسلم في منام. وقال ان سددت عن هذا دينهم سددنا عنك يوما الرجال. فهذه الخصوين الدمار. وما انتهى حتى طرق قلبه. وادى بالنائم. ودخل عليه واخذ يقبل هذا المدين. وقال له ببركتك رأيت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. لأتي خلصرية الدمار. لأي رأيت رسول الله في المنام. وقال له. إن سددت عن هذا دينهم سددنا عنك يوم الرجالة. فدباقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصطبع على رسول الله سدد الله بينها مدى الضدن. ورجع اله من بيته وانبعدنا لداخل نار. لبركة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قريبا. واصطبع الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بذات المغبسة. ذات المغبسة. هشهد الله لآهد الله وانتظرنا شريئنا. واشهدنا سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وراعينا وشفيانا وطايلنا وامعلمنا. صلى الله عليه وسلم معنى. اللهم صدي وسلم وبرك عليك سيدي يا رسول الله. حبتي في الله كما كنا. لأنك إن كنت في ضيق، تأليكم السواد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أصادت كمن فعليك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت في مار فعليك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الصلاة تعود عليك أيها الأخ المسلم والله لقدر ربتها ومرأتها لعينة يرسل الصلاة على حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم هي شباء للبغيب ودواء للضرور ولذلك أيضا نجدة النبي صلى الله عليه وسلم خص لوم الجمعة بإكتاب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي يقول وهو يتحدث عن يوم الجمعة يقول فأكتروا عليك أنا مصرات فيه أكتروا عليك في يوم الجمعة أنا مصرات فيه فإن أعمالك معروضاتهم عليك قال يا رسول الله كيف تحفظوا معنا كل ما عليك يا وقد أيمتن يعني قد قوليك يعني منك إزاي استطعت فصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني الله حرم على الأرض أن تهكل زادة فيها فأعبك لله فأيام بعون الله وتوفيتم بعد انتهاء الصلاة سوف نصدق ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية لمدة سبسة واربعة طالب وهذه ليسا بتا لكننا ونحن في هذه الخطبة نتكلم عن قصط الله هلنبي أهل السحر والسلام فنريد أن متطبيقها بعد النهاي الصلاة تطبيقاً أعملياً ونحن سبيل قصول الله صلى الله عليه وسلم ومن قاد وهذا يعني واحدهم وعليهم فكادوا يعني بمشارة ومن قادم بأمن الصمارة والسلامة تخصيص وقت معين الصدق على صندبعة السلام والبدعة فهذه هي جنيسة بدعة لأن مفهوم من البدعة هي الأمر الذي نميال أصبح معك النبعة في الصلاة السلام ولا ننزل من معاية لكن الصلاة على النبعة في الصلاة السلام هي نفسكورة وغيوب وغيوب العلم ولما لا؟ حينما معمر نسكنا عمر ونصدق لنبع الصلاة السلام في اتصارات الضوين أرسد الله يا جماعات ماذا؟ لكن في عمرنا لكن في عمرنا ابن خطاب والسلام أرادها أن ينجل عن المسلمون أن يجمعهم في صلاة التراثي يعني سيدنا أتصارات السلام لكن سيدنا هو المخطاب أرادها أن ينجل عن المسلمون مطالة فبعد المسلمون مطالة فطالة نعمة البدعة هذه سكاة الملكة فهي نعمة ما يبتع نعمة لأنه حسن ورحمته في الناس وفيه كبير لكل الناس والصلاة والسلام على سيد والرسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم كما قمنا هي تفريق من قرب والأهو والشفاء للأرض نسأل الله سبحانه وعلى الله أن يجعلنا للذين أستنى وضع القولة فيتبئون الله مرفع مقتك ورضبك عنها الله مرفع مقتك ورضبك عنها الله مرفع مقتك ورضبك عنها الله مأتي نفسنا تقولها وزكينا من تخير من زكاها أنه قريب فأمر الله إنك نعمل مرضى ونعمل مصير اللهم أكد في الدنيا حسن وفي الدنيا حسن وفي الدنيا حسن وفينا على النار اللهم لنا نعوذ بك من أعذاب جهنة ومن أعذاب القبر ومن شضرينة المحق والنماء اللهم مرفع المهنين والمجناء والمسكرين والمسكرات الأحيائي منهم والأبوار إنك يا ربنا سميعا قريبكم يا رب العالمين وعباد الله إن الله يقول العلم والإحسان وإيجابهم وإنهم عبد الله عشاء وإنهم كريم الله يعادكم العلماء تذكرون يذكر الله وإستغفوا وإفرقكم وأمن الصلاة إنه الصلاة وإيجابهم آمان